تناولوا اللحوم الحمراء في عيد الاضحى ولكن لا ترتكبوا هذا الخطأ الذي يرتكبه ملايين الناس عند اكل اللحوم الحمراء في عيد الاضحى فكيف تتناولون اللحوم في عيد الاضحى بالطريقة الصحيحة وما هي فوائد تناول اللحوم في عيد الاضحى وما هي الامراض التي يمكن ان يساعد تناول اللحوم في التخفيف منها وهل تناول اللحوم الحمراء يؤثر على البروستاتا وهل يفيد في علاج الضعف عند الرجال وهل لأكل اللحوم الحمراء فوائد في زيادة الخصوبة وما هي تاثير أكل اللحوم الحمراء لمرضى السكري ومرضى القلب ومرضى الضغط ومرضى الكبد ستتعرفون معنا على اجابات جميع هذه الاسئلة ولكن فضلا وليس امرا اوقفوا الفيديو وصلوا على النبي في تعليق وادعمونا بالضغط على زر الاعجاب وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم واذا تناولتم اللحوم الحمراء في عيد الاضحى ولو لمرة واحدة قوموا بالضغط على زر اللايك وتأكدوا من تفعيلكم لزر الجرس حتى نعرف عدد الاشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد في اجواء عيد الاضحى المبارك تعد اللحوم الحمراء جزءا اساسيا من الاحتفالات حيث توزع لحوم الاضاحي على الاقارب والجيران والفقراء وتتميز اللحوم الحمراء بانها غنية بالعناصر الغذائية الاساسية مثل البروتين والحديد وفيتامين بي 12 ولكن تكمن مخاطرها عند تناولها بكمية كبيرة خصوصا على مرضى القلب ومرضى الكبد ومرضى الكلا ومرضى السكري فتناول اللحوم بكميات معتدلة ومتوازنة سوف يعزز نمو عضلاتك ويحفظ على صحة جلدك وشعرك وعينك ويقوي مناعتك ويحسن صحة قلبك ويمد جسمك بالمعادن والفيتامينات الضرورية كفيتامين بي والحديد والزينك والسيلينيوم ويحسن الدورة الدموية في جسمك ينظم هضمك يساعد في بناء واصلاح عضلاتك يحسن مستويات السكر في دمك وتناول اللحم باعتدال مناسب لمرضى القلب والكبد والكلا والسكري والبروستاتا كيف نتناول اللحم بطريقة الصحيحة؟ خصص فريق عمل قناة الوصفات الزوجية أفضل وأسهل ثلاث وصفات صحية لتناول اللحم في عيد الأضحى المبارك وهما كالتالي الوصفة الأولى اللحم المقلي المقادير لحم مقطع إلى شرائح رقيقة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة زيت للقلي بصل مقطع إلى شرائح ثوم مفروم الطريقة تتبيل شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود سخن الزيت في مقلاع على نار متوسطة قم بقلي شرائح اللحم حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج أضف البصل والثوم إلى المقلاة وقلبهم مع اللحم حتى يصبحوا طريين ومنكهين الوصفة الثانية فتة اللحم المقادير لحم مسلوق ومقطع إلى قطع صغيرة خبز مقطع إلى مكعبات زبدة ثوم مهروس كمون أرز مطبوخ الطريقة قل الثوم في الزبدة ثم أضف قطع اللحم وقليهم معا في مقلات أخرى ذوب الزبدة وقلي قطع الخبز مع الثوم والكمون ضع الأرز المطبوخ في قدر وأضف الماء والزيت والملح قدم اللحم والخبز المقلي فوق الأرز المطبوخ الوصفة الثالثة اللحم المشوي على الفحم المقادير لحم مقطع إلى مكعبات زيت خل توابل حسب الرغبة بصل وطماطم مقطع إلى قطع كبيرة الطريقة في وعاء عميق اخلط الزيت والخل والتوابل أضف مكعبات اللحم وضعهم في الثلاجة لينتقعوا لمدة ساعتين على الأقل أخرج اللحم من الثلاجة قبل ساعة من استخدامه شك مكعبات اللحم على أسياخ خشبية مع قطع البصل والطماطم شوي الأسياخ على الفحم مع تقليبها من وقت لآخر حتى تنضج مكعبات اللحم والخضار من كل الجهات تمتع بتناول هذه الوصفات اللذيذة والمغذية من اللحوم الحمراء في عيد الأضحى ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول اللحوم الحمراء يعتبر اللحم الأحمر مصدرا جيدا للبروتين والفيتامينات والمعادن لكن يتساءل البعض عن مدى أمان تناول اللحم الأحمر بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني يشير البعض إلى أن اللحوم الحمراء لا تؤدي إلى رفع السكر الدم بشكل مباشر ومع ذلك يجب أن يتناول مرضى السكري اللحوم الحمراء بكميات معتدلة ويفضل اللحوم الخالية من الدهون وبدائل اللحوم ويعتبر السمك والدواجن الخيارات الأفضل لمرضى السكري من النوع الثاني يحتوي السمك على أحماض أوميغا ثري الدهنية المفيدة لصحة القلب في المجمل يمكن لمرضى السكري من النوع الثاني تناول اللحوم الحمراء بكميات معتدلة وبشكل متوازن ضمن نظام غذائي متنوع وغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة أما بالنسبة لمرضى القلب والضغط لمرضى الضغط والقلب يجب تجنب الاكثار من تناول اللحوم الحمراء لأنها تحتوي على كميات عالية من الدهون المشبعة وتزيد نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنحو 22% بالرغم من فوائدها كمصدر للبروتين والعناصر الغذائية الأساسية ينصح بتناول البروتين من مصادر متنوعة ويفضل اتباع توجهات الصندوق العالمي لأبحاث السرطان بعدم تجاوز ثلاثة حصص من اللحوم الحمراء في الأسبوع ويفضل تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والعناصر الغذائية الأخرى من مصادر متنوعة وبكميات معتدلة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية أما عن مرضى الكبد تحتوي اللحوم الحمراء على مغذيات قيمة لكن تناولها بكميات معتدلة هو المفتاح للحفاظ على صحة الكبد يمكن استبدالها باللحوم البيضاء لتجنب الدهون المشبعة وبالنسبة لمرضى الكلا يجب تجنب تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء لمرضى الكلا حيث يمكن أن تزيد من مستويات حمض اليوريك وتؤدي إلى تفاقم مشاكل الكلا البديل هو اللحوم البيضاء والبقوليات والمكملات الغذائية النباتية هل تؤثر اللحوم الحمراء على البروستاتا؟ تشير بعض الدراسات إلى علاقة بين تناول اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لذا يفضل تقليل تناولها واستبدالها بخيارات أكثر صحية ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول اللحوم بكميات كبيرة في عيد الأضحى؟ بالنسبة لمرضى القلب قد يزيد من مخاطر تعرض الإنسان للإصابة بأمراض القلب وأمراض الشرايين التاجية بسبب الدهون المشبعة والكوليسترول أما عن مرضى الكبد قد يؤدي تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة إلى زيادة الدهون في الكبد وتراكمها مما يزيد من خطر الإصابة بتليف الكبد والتهاب الكبد الدهني وماذا عن مرضى الكلا؟ تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلا حيث يعمل بروتين الزائد على زيادة الضغط على الكلة وتحميلها بالفضلات أما بالنسبة لمرضى السكر يمكن أن يؤدي تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني حيث تعمل الدهون المشبعة على تقليل حساسية الجسم للأنسلين وماذا عن مرضى القولون؟ تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون لمرضى القولون حيث يتم تحويل اللحوم المطهية على درجات حرارة عالية إلى مواد كيميائية تسبب التهابات وتلف الخلايا ويؤدي تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ بسبب قلة الألياف الغذائية وصعوبة هضم البروتينات وفي الختام يمكن لجميع المرضى والأصحاء الاستمتاع بتناول اللحوم الحمراء ولكن بكميات معتدلة دون الإفراط في تناول اللحوم فالاعتدال هو الأساس هذا كان كل ما لدينا الآن إذا استفدت بمعلومة واحدة لا تبخل علينا بالإعجاب والمشاركة إلى اللقاء جميع الحقوق محفوظة فقط وحصريا لقناة الوصفات الزوجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر